شكرا أخي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة رئيس الدورة الحالية للقمة العربية أصحاب الجلالة والفخامة والسمو معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يسعدني في البداية أن أتوجه بخالص الشكر ووافر التقدير لأخي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة ولحكومته وشعبه الشقيق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى الإعداد المتميز لقمتنا هذه كما يطيب لي أن أتقدم بعميق الشكر إلى أخي حضرة حاضم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على ما بدلته المملكة العربية السعودية الشقيقة من جهد مقدر وعمل دؤوب خلال رئاستها للدورة السابقة للقم وشكر موصول لمعالي الأمين العام للجامعة العربية وكوادر الجامعة على ما يبدلونهم من جهود في سبيل تعزيز العمل العربي المشترك أصحاب الجلالة والفخامة والسمو تنعقد قمتنا في توقيت دقيق تمر فيه المنطقة العربية بظروف استثنائية قاسية وتحديات غير مسبوقة على أكثر من صعيد على رأسها استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة الذي يتعرض أمام أنظار العالم أجمع بأبشع الجرائم ضد الإنسانية التي عرفها التاريخ البشري الحديث وفي هذا الصدد فإننا نعيد التأكيد على جسامة المسؤولية الملقى على عاتقنا حيال هذه المسألة مأساة التي يندى لها جين الإنسانية ومن ثم فإننا نشدد على ضرورة اتخاذ موقف عربي حازم إزاء حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني ضد أهلنا وأشقائنا في غزة مجددين في الوقت ذاته مطالبتنا بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الحزل ووقف التهجير القصري وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام كما نؤكد على ضرورة إعادة إحياء مسار عملية السلام على أساس حل الدولتين ووفقا للقرارات الدولية ذات السنة وقبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة لينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة ويقيم دولته المستقلة وعاصبتها القدس الشريف الشرقية وفي سياق الأزمات التي تمر بها بعض دولنا العربية فإن استقرار الأزمة في الجمهورية اليمنية ودولة الليبيا الشقيقتين يفرض علينا تحركا عربيا مشتركا فحالا والأمر ذاته ينطبق على السودان الشقيق الذي اندلعت فيه أزمة طاحنة قبل أكثر من سنة وإذا لن نتعاون في احتواء هذه الأزمة التي يشتعل آرها في أرجاء عديدة من البلاد فإنها تنظر بصراع طويل وتداعيات كارثية على السودان وعلى المنطقة برمتها وكما أسلفت فإن تسوية تلك الأزمات استلزم جهدا جماعيا منصقا وعملا دؤوبا مشتركا على نحو أكثر إلحاحا من أي وقت مضى وأود التنويه هنا إلى أن جمهورية جبوت بدلت جهودا محمومة في إطار الرئاسة الدورية لمنظمة الإيقاد للمساهمة في حلحلة الأزمة السودانية ونؤكد من جديد ترحيب جبوت ودعمها الكامل لكل المبادرات الحقيقية التي من شأنها أن نساعد الأشقاء السودانيين على تجاوز المحنة وإيجاد حل سياسي شامل للأزمة أصحاب الجلالة والفخامة والسبوك الحضور الكرام في ظل تفاقم حالة الإنقسام والاستقطاب الدولي التي أفرزت صراعها لفرض الإرادات وتكريس المعايير المزدوجة في تطبيق القانون الدولي فإنه لا سبيل أماننا إلا الاعتماد على قدراتنا قدراتنا الذاتية والتكامل فيما بيننا والتوحيد جهودنا لسياغة حلول حاسمة وجدرية لقضايانا ومجابهة التهديدات الخطيرة على حاضر ومستقبل الأمة ولن يتأتى ذلك بالطبع إلا من خلال تطوير وترقية عملنا العربي المشترك وفق النهج جديد يتجاوز المقاربات التقليدية ويضع في صلب أولياته هموم المواطن العربي ولا يفوتني أن اقتنم هذه الفرصة ليأتقدم بأجمل عبارات الشكر والتقدير والعرفان لصاحب الجلالة والفخامة والسمو على دعمهم لترشيح معاري سيد محمود علي يوسف وزير الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة في جمهورية جبوتي لمنصب الرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وفي الختام مجدد وافر شكري لأخي حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ولحكومة مملكة العنبحرين الشقيقة وشعبها العزيز على استضافة هذه القمة وعلى الإعداد الجيد لإنجاحها داعينا الله العلي القدير أن يلهمنا النجاح والتوفير لما فيه الخير لأوطاننا وشعوبنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة